وصلنا مقطع فيديو من أحد متابعي البرنامج يرصد بي الواقع البائس لأحد أنفاق طريق سريع القناة تحديدا نفق الحبيبية باتجاه مدينة الألعاب ومجسر شركة سومر يمكن راح نشوف بالفيديو حجم الازدحام بهذا النفق وطبعا عبوره يستغرق المفروض يستغرق عدة دقائق ولكن إذا نحسب مدة الفيديو هي مدة الفيديو أكثر من دقيقتين لحين ما خلص النفق وتم اجتيازها وطبعا يجي أوقات الظهر أوقات الذروة خروج الموظفين يطول أكثر من دقيقتين ويمكن نشوف الطسات ونشوف الإهمال المفروض يعني هذا سريع القناة عبوره ما يستغرق ثواني ويجتازون النفق بأقصر وقت ممكن هذا حسب الخطة يعني المعتمدة للطرق السريعة احنا للأسف يعني عندنا المبدأ بالعكس نقر تموجات طسات يعني أكو تمدد ويمكن هذا واضح جهة عالية جهة ناصية وهذه المشاكل يعني مو بس بالنفق هذا نفق الحبيبية بأنفاق أخرى والمنظر هذا على فكرة يعني من سنوات طويلة حتى قبل أنه أذكر بالـ 2016 من غرقة بغداد أنه جابوا والماء قاموا يسحبونه من ساحة مظفر ومن مناطق شرق القناة قاموا يذبونه بهذه الأنفاق للأسف يعني وبعدين بقناة الجيش يعني العملية مستمرة عملية نقل المياه وتخليص المناطق يتم عبر مراحل وللأسف يعني يقال أنه وضع هذا النفق من فترة طويلة جدا حتى يعني قبل عام 2003 كل فترة يسوون حملة ويرقعون شوية مننا يبلطون شوية مننا ويرجع الوضع على ما هو عليه واللي يمرون من هذا النفق أو على هذا النفق يمكن أكو قبل بأمتار مشروع جديد مجسر وبعدها أيضا أكو مجسر لكن للأسف ما تم تعميره علما أنه التحويلة مال هذا المجسر واللي هي طرق بديلة طرق مسويها بشكل حلو والله يعني طريق نظيف مو ترابيلة مبلطين تبليط خفيف وحلو مرتب والسيارة تمر عليه بكل سلاسة طيب ليش ما سويتوه مدى أفهم فكرة أنه يا مازن أنه رغم أكو بالقرب من هذا النفق مشروعين مشروعين قبل النفق وبعد النفق مع ذلك لا ذولي ولا ذولي هذا صار لسنوات بصراحة هذا الموضوع صار لسنين أنه نفس الحفر ونفس الطسات وهي جوينات نفس المشكلة بيها خصوصا هو هذا النفق يطلع الشتاء بعد المطر كارثة يصير يعني طساته فتحسها هي تشيب بالطسة ترج السيارة ففعلا يعني يكون مشروعين ضمن المنطقة ومشروعين يعني مثل منقول مهمة وافتتحها السيد رئيس الوزراء وأنه بلشوا العمل بيها فهذا الطريق المؤدي إلى هذه المشاريع أو لا يعني مو مؤدي وإنما راح يفوت من جوها مكان عملكم كله هو هذا يعني ورشة العمل هي هذه المنطقة بالقرب فما أعرف ليش ما يشتغلوها يعني ليش ما يتم مثلا أنه تبليط هاي المنطقة بشكل يعني بسيط ولو وفعلا لو تشوفين التحويلات الاثنين اللي يجبني كرة ممتازة تحويلات ممتازة وحتى يعني أعرض يمكن يعني أقول ممتازة مقارنة بطبيعة بوضع النفق يعني لا لا جيدة بس أنه هذا منسي ما أعرف يعني وكارثة إذا فتحت المشاريع هل من الممكن مثلا أنه أكو خلاف عليهم مثلا بالبلديات ولهذا ما رح نقدر أعرفها بصراحة للأسف لأنه قبايا مضمومة بالفعل أنه أكو بلديات يعني ممكن يكون أعلى بلدية وبين بلدية تعرفون لأنها حصص بالنهاية فما أعرف المفروض أنه مع نهضة المشاريع اللي دنشوفها على الشوارع بشكل عام والتبليط والتعبيد والمجسرات كان من المفترض أن يتم تعميرها وتم تصليحه هوي أنفاق اللي هي الأنفاق القبل إلا هو هذا النفق ما لقو له حل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر